بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمار بن عبد العزيزة لسعود برقية تهنائة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعبي وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اضطراد التقدم والازدهار